مساء الخير على كلهم مشاهدينا أهلا بيكم النهاردة في قولة حلقات برنامج شباب ستايل برنامجنا إن شاء الله يكون برنامج اجتماعي ثقافي طرفيه ديني طبي يعني كل ما يخص الأسرة العربية إن شاء الله الحقيقة بقى أنا حبيت أبدأ أول حلقة في البرنامج بموضوع يكون شيء جميل بيهم كل الفئات رجال أو ستات أعتقد أنه هو بيهم كل الفئات مش فاعة معينة النهاردة هنتكلم عن الديكور إزاي نختار الألوان الصح إزاي نحن نخلي بيتنا جميل بطريقة شيء كوي جميلة علشان كده معنا النهاردة هل باش مهندس معتز رضا المبدع والمتميز في عالم الديكور ورئيس مجلس إدارة شركة الزين للديكور أهلا بيك يا باش مهندس أهلا وسهلا مهندس أخبارك إيه؟ كويس الحمد لله نورتين في ناس كتير يا باش مهندس بتحب أن تعتمد على نفسها أو علازوها في الديكور أو في البيت بتاعها وفي ناس تانية بتحب أن هي لازم يكون معايا مصمم أو مهندس للديكور علشان يدينا بعض الإرشادات عايزين حضرتك تعرفنا إيه فايدة أهمية الديكور وفايدة أن يكون معنا مهندس أو مصمم للديكور تمام قبل ما أبدأ حلقتنا طبعا الأول أنا مبسوط جدا أن أنا موجود في قناة الصحة والجمال مبسوط أنا موجود معاك النهاردة وإن شاء الله نقدر نقدم حاجة كويسة والمشاهدين يقدروا يستفيدوا بيها طبعا الديكور لي أهمية كبيرة جدا طبعا أنه هو بيدينا شكل جمالي بيدينا شكل أرقل المكان اللي احنا لازم نكون قاعدين فيه سواء مثلا البيت الشغل المكتب بتاعي لازم يكون فيه راحة نفسيا ففي ناس مثلا ما بتكونش قادرة تبقى عندها نظرة مستقبلية للمكان اللي احنا عاديين فيه لما نيجي نوضبه يكون كويس يكون زحمة يكون مزعج فلازم نحتاج لمهندس ديكور أو حد يكون على علم أو عنده دراية كاملة بالموضوع اللي احنا بنعمله بس فلازم يكون فيه حد فاهم في الديكور عموما لأنه لازم يكون فيه راحة نفسية ما يكونش فيه دوشة للعين ما يكونش فيه ضوضاء أي حاجة من الكلام ده كله لازم يكون فيه مهندس أو حد على علم بالتشيبات أو بالحاجة اللي هتتعمل طبعا صحيح لأن فيه أكيد الزوء بتاعنا يعني بيبقى ممكن أحط كنبة عليها اكساسوريز لكن المهندس بيبقى فيه تفاصيل ضكيكة جدا أنه هو يقدر أنه يعمل احنا مش هنعرف ندخل فيها طبعا هقول لحضرتك حاجة بالنسبة مثلا لشغلي أنا مع التكرار فبكون عارف الحاجة دي هتبقى موقعه صح هتتعمل إزاي الألوان بتاعتها هتتحط فين الكلام ده كله إنما مثلا بالنسبة للعميل أو اللي بيعمل الشقة بتاعته ممكن يكون شايف الحاجة قدامه كويسة بس لما تيجي في الفاينال تستلم مثلا الشقة أو المكتب ممكن يلاقي الموضوع مزام هما كان متخيل فلازم يكون فيه حد موجود معنا اللي هو يوجهنا نعمل إيه ما نعملش إيه الكلام ده كله لأن معظم شغلي دلوقتي بدخل أعدل على حاجة كانت معمولة يعني مثلا يكون عميل عامل حاجة هو كان متوقع تطلع أكتر من كده شكل كويس ستطلع أهدا من كده فبدخل بغير الشكل للشكل الأفضل اللي بنبقى متفقين علينا إن كل واحد لوحده ممكن يبقى شايف ده كويس بس في الفاينال ما بيبقاش كويس طب أهم فكرة أو كونسبت بقى حضرتك بتبقى حطه في زهنك في بداية أي عمل هندس جديد بيبقى إيه الأول طبعا بعمل معينة للمكان أشوف إيه الحاجات المناسبة اللي أنا أقدر أعمله علشان أوضح المكان أستغل المكان الصح الإضاءات بتاعتي هتبقى موجودة فين مش تبقى موجودة فين كل حاجة لها دراسة معينة فلازم أبقى عارف مثلا الفرش ده هيتحط هنا هيتحط هنا علشان أقدر أوزع النور بتاعتي النور بتاعي أقدر مثلا أختار اللون المناسب للمكان اللي هيتحط في المكان اللي هيتحط طيب بما إن بقى حضرتك بتختلط بناس كتير وفئات كتير إيه أكتر اللي قبل على المدرن ولا الكلاسيك والله النقطة دي بتبقى نقطة أزواء يعني أنا زوئي غير زوء حضرتك غير زوء أي حد تي فكل واحد بيبقى على حسب هو حابب شاءته تكون إيه بس الأكتر يعني الفترة دي بيبقى المدرن أكتر لأن يعني الشباب دلوقتي هم مقبلة على الجواز فالشباب بتبقى فكرها أكتر في المدرن مش في الكلاسيك أكتر طب إحنا معنا صور دلوقتي هلتين حضرتك تعلق لنا عليها كده بشمال دي دي كانت السورة دي بقى كانت قبل دي قبل ودي طرقة شقة الترقة دي كانت لها معايا موقف برضو كويس إيه بقى الموقف إن العميل صاحب الشقة دي أنا قلت له نعمل الديكور بشكل معين هو ما كانش حابب الشكل ده قال لي لأ ممكن ما دي طلع الشكلها كويس فقلت له تمام وكل حاجة وبعدين عملتها وخلصت خلص رح تجاي موري هالو فعجبته جدا تمام طم كويس ودي كمان دي كانت ليفنج في شقة تمام هي أولا الشقة دي كانت مسحتها تلاتة خمسين متر فطبعا صغيرة جدا صغيرة جدا فلازم المسحات تستغل صح يعني إحنا معنا دي كانت قبل ودي ده استوديو كان موجود برضو قبل ومعنا صورة تانية بعد دي معنا صور بعد بقى اهنا بعد التشتيب دي بعد دي مسحتها كم الشقة ولا اه الشقة الشقة كانت مسحتها تلاتة وخمسين متر دي تلاتة وخمسين اه تلاتة وخمسين متر لا مشاو الله يعني ما هو أهم حاجة في الديكور زي ما بقول لحضرتك أن أقدر أستغل المساحة صح أقدر أوزع الإضاءة بتاعت صح أقدر أفريشها صح اه صحيح ممكن تبقى شقة كبيرة بس أنا مش عارف الألوان مش مساعداني ولا الفرش مساعدني ولا الإضاءة مساعداني كل دي بتبقى عوال ممساعدة مرتبطة ببعض أكيد طبعا لا وده اللي بيفرق بما بين مهندس ومهندس دي الحقيقة يعني بزبط يعني في مهندس تبقى مساحة متين ومتين وخمسين متر ويطلع حاجة يعني لا احنا عندنا في مجال الديكور أن الألوان هي بتتحكم في كل حاجة يعني أنا ممكن أحط لون في حيطة ممكن يبين الشقة صغيرة جدا ممكن أحط لون تاني في نفس الحيطة يبين المساحة كبيرة يبين المساحة كبيرة بالضبط زي دي برضي يعني دي حوالي 3.5 ف4 متر وأنا ملاحظة أن حضرتك بتتخدم القفوية في الألوان كلها آه يعني احنا عندنا في 2020 فيه ألوان جديدة بتارت يعني هي اللي تبقى موجودة دي الطرقة باي بش مهندس آه دي الطرقة اللي ما كانش العميل عاوزها فلما شافها كده فاقتنع بيها جدا آه دي جميل قوي طيب عايزين بقى حضرتك تعرفنا ايه أحدث ألوان 2020 بالنسبة للمودرن وبالنسبة للكلاسيك هو عموما أنا يعني بحب دايما الألوان الفتحة كل ما هو فاتح بيدي وسعى للمكان حتى لو المكان صغير أو المكان كبير يعني عندنا الألوان الفتحة بنستخدمها في الحوائط اللي مثلا بيبقى فيها شباك يبقى فيها بلكونة علشان تبقى الدنيا معي واسع الألوان الغمقى ممكن نستخدمها في الحوائط اللي ما بتبقاش مثلا فيها أي حاجة ولا فيها شبا بيك ولا فيها بيبان كادي كور مثلا بس فالألوان اللي طالع معانا دلوقتي الجري مثلا الأوفوايت في درجة طالع ما بين البيج والأوفوايت فدي ما يعني لسه ملهاش اسمي بس درجة كويسة مريحة للعين جدا حضرتك كنت برضو محضر لنا فيديوهات كده عايزين حضرتك تشوفها وتعلق لنا عليها كمان اه دي كانت دي بقى ايه بقى مسحتها قد ايه دي كانت 140 متر 140؟ اه دي 140 متر الشباب هنبسطوا منك كده دي كانت 140 ودي يعني ما كانتش كده خالص في الأول يعني كان فيه اول ما ادخل من باب الشقة كان فيه على ايدي اليمين ايه هنا كان فيه مطبخ حضرتك شلته خالص؟ اه نقلنا خالص وعزلنا يعني خلينا المطبخ بعيد عن الريسيبشن عشان يبقى فيه خصوصية اكتر يعني ايه ايه بس فانا في شغلي دايما بحب يعني كل حاجة منعزل عن التانية يعني الريسيبشن لوحده الغرف لوحدها المطبخ يكون بعيد عن الريسيبشن حتى لو انا عندي ديوف او فيه حد عندي في المكان في المكان واحدة يعني بقى فيه خصوصية قد نزل طيب بالنسبة للإضاءة بقى الإضاءة عليها عامل مهم جدا 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 وكتير مننا بيغلط في الغلطة دي ما بقاش عارف يوظف الإضاءة فيه يعني خصوصا لما يكون بنشتغل مع نفسنا بقى مع صناعية ما بيكونش معنا متخصص في العالم الديكور فشرح لنا كده امتى نحط يعني ريسيبشن مثلا نحط له إضاءة مباشرة ولا غير مباشرة ولا يعني كل مكان بيبقى الإضاءة بتاعتها هقول لحضرتك حاجة أنا عندي في الإضاءة في حاجتين حاجة سنوى إضاءة مباشرة وإضاءة غير مباشرة الإضاءة المباشرة مثلا يعني أنا وحضرتك قاعدين دلوقتي لو إضاءة مباشرة يبقى مثلا فيه فوقينا حاجة تنور المكان اللي احنا قديم فيه علينا نصلات علينا الإضاءة غير مباشرة ممكن يبقى في الزوايا أو عن طريق الازبطات هتدينا إضاءة كويسة بس مش الإزعاج يعني مثلا لو الليبنج مثلا هنمسك الليبنج زي تحطي فيه إضاءة مباشرة ولا غير مباشرة والله أنا في شغلي بحط اللي اتنين بحط تلات حاجات كمان في أي ركن في الشقة عموما يعني يعني أنا دلوقتي مثلا مش عاوز صداء مش عاوز دوشة مش عاوز عيني توجعني فبشغل النور الهادي تمام مثلا عندي مناسبة أو عندي ديوف مش هينفع عضم في نور ضعيف فبشغل النور المباشر وبقفل النور الغير مباشر بس يبقى معنا الاتنين وحنا حرية اختيار لنا في الوقت المناسبة يعني فيه بيبقى عندنا ضيوف بنشغل الإضاءة كلها عاديين في البيت وعاديين راحة نفسية بنشغل إضاءة هادية شوية طيب معنا فيديو كمان تاني نشوف تمام عاديين شتة وتسعين متر كم؟ ستة وتسعين متر ستة وتسعين متر بزبط هنا لو لاحظنا هنلاقي معمول مودرن بس يعني مودرن على كلاسيك شوية ده سيمي كلاسيك أو سيمي هنا كان العريس كان عاوز شكل والعروسة كانت عاوز شكل ودي مشكلة جدا اه طبعا ودي أكبر مشكلة بتوجهين اه دي مشكلة فعلا فعملنا لهم مزيد كده ما بين الاتنين والحمد لله يعني عجبتهم جدا الشيء بتاخد وقت هادئين والله يعني على حسب المساحة بس يعني معاه ما بتزيدش لتلات شهور يعني من شهرين لتلات شهور من شهرين لتلاتة اه سواء مساحة كبيرة أو مساحة ضائعة وحضرتك ممكن تقدر تشتغل يعني شقتين او اكتر من شقة في وقت واحد طبعا طبعا واتخلصهم في نفس المعادة وفي نفس المعادة طبعا 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 الحمد لله دي مشكلة من وجهها بصراحة كلنا يعني في بعض الشركات بتبقى ما فيش التزام بينها وبين العميل فتقولك بعد شهر شهر يعدي شهر شهر يعدي شهر لا اولا انا في شغلي بيبقى في عقد ما بين وما بين العميل معادي التسليم البنود اللي هتتعامل بالزبط هيتعامل ايه وخامة ايه وماركة ايه فلازم التزم بالعقد اذا ما هو كمان بيلتزم بالعقد انا كمان بيلتزم بالعقد كويس حضرتك بقى بتشطى بالشقة بيبقى تشتيب بس ولا لو عميل طلب منك انك تشطبله شقة او تفرشها يعني بيبقى ده متاح اه طبعا بالذات الشباب اللي مقبلين على الزواج يعني فبيبقى طبعا محتاج لهو يعمل فرش فبوجهه يعني انا بوجهه وقوله مثلا هنعمل هنا المقسات هتبقى كده علشان الدنيا ما تبقاش واسع في مثلا حد بيبقى قريدي معا عفش وكل حاجة وبين الشقة جديدة فده بيبقى العفش بتاعه موجود فما الا لو هو سألني ممكن نعمل حاجة هنا ممكن نضيف حاجة هنا فبقوله نعمل ايه والمقسات الصحة بتاعتها ايه اه بس معنا فيديو تاني على اني العشاء دي كمان يا دكتور ده برضو الطوب ده نفس الموضوع بتاع الطرقة برضو والحمام ده ما كانش حمام الحمام ده كان مطبخ بالحمام اللي يعني فيه حطة الحطة اللي في النص دي وراها كان امتداد للمطبخ للمطبخ اه فكانت حمام واحد ومطبخ واحد عملت الحمام المطبخ ده عملته حمامين والحمام الكبير اللي هو هنا عملته مضع يعني خليت اشتاق فيها حمامين بدل ما يبقى حمام واحد دي قدت اولاد اطفال يعني وطبعا الالوان بتفرق معنا في السن كمان اكيد طبعا اكيد اه الاطفال غير الشباب بالزبط كده حتى في العشب تبقى اهم كل فئة للمطبخ هنا الباب فيه باب على اليمين كده ده معمول بطريقة جديدة هوا المفروض بتعمل على المطبخ انا عملته خشب خشب تماما حلو قوي دي مساحتها 103 103 103 متر ان شاء الله حلو جدا ده جبس برد اه ده جبس برد الالوان باية باش مهندس يعني حضرتك اللي بتختارها ولا العميل هو اللي بيختارها ولا ممكن يكون العميل مش حابب لون معين او مقتنع بلون معين وحضرتك تكنعب هقول لحضرتك حاجة احنا في المقابلة اللي بنكتب فيها العقود بكون انا يعني بشوف هم حابين الوان ايه وبحاول لو الوان كويسة ما فيش مشكلة بدخلها معايا في الالوان وباقترح عليهم المفروض مش المفروض الصح نعمل واحد اتنين تلاتة لان زي ما قلتلك الالوان بتفرق في كل حاجة بتفرق في المساحات وبتفرق في الشكل النهائي وكل حاجة فباقترح عليهم الالوان لو عجبهم تمام بننفذها معجبهمش بننفذها ورطة كده كده هتتنفذ بتجي لك اكتر موقف مثلا حضرتك اتعرضت لي جات لك عروسة كئيبة عايزة لون اسود ها طبعا عايزة الوان غم الوان مش مبهجة حضرتك مش مقتنع بي او عارف ان هي لو تنفذت هتطلع بالشكل مش كويس بتتمكن زي هقول لحضرتك حاجة لسه برضو من اسبوع كانت العروسة كانت عاوزة سرميك اسود والحيطان سودة والستير سودة اسود 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 اه كآبة يعني الشقة كلها كآبة فقولت لها لأ طبعا ما ينفعش ان الاسود يبقى موجود في كل الشقة ممكن نعمله في حيطة وما يبقاش لون كمان يبقى ورق حائط وداخل في اسود لان الاسود هيضيق المساحة غير كده وكده هيبقى فيه كآبة كآبة في الموضوع الكبيرة يعني انا عم يعني مش بحب الالوان الغم عموما تبقى موجودة في الشقة عشان بتضيق المساحة حتى لو الشقة كبيرة هتضيق المساحة تا صحيح وبتقتنع في الاخر برأي حضرتك والله لو ما اقتنعتش بعمل اللي هي عاوزها وفي الاخر هي يعني النتيجة اللي بتشوفها هي اللي بقى ممكن تقول لي غير ممكن تقول لي خلاص كده بس فدي اكتر حاجة ممكن تواجهني في الشغل أنا مبقاش مقتنع بحاجة واقول للعميل فالعميل لا اعملها لي فبعملها وخلاص عجبته تمام ما عجبته وش بنغيرها بقى الافضل وحصلت معي حصلت معي كزا مرة طيب فيه الناس بتركب البورسلين مع لو هي عامنا مثلا شقة كلاسيك ده صح ولا غلط أقول لحضرتك حاجة احنا عندنا البورسلين يعني شوية قريب للرخام تمام ففيه ناس بتحب تشتغل بالرخام أو يبقى الالشقة بتاعتهم فيها رخام وفيه ناس بتحب تستخدم البورسلين النهاردة الرخام يعني علشان اعمل حاجة كويسة المتر بتاعه بيبتدي متر مربع من 980 جنيه في ظل ان مثلا ممكن نستخدم البورسلين من سعر كويس 350 جنيه ففرق ضعف ونص أكيد طبعا فقر البورسلين بيديني نفس الشكل وبيديني برضو يعني الشكل الجمال المطلوب يعني بينفع للاتنين ما نقولش مثلا البورسلين ده مقدر انه مينفعش البروسلين مش درجة واحدة من عندي البروسلين فيه منه درجات للرخام فعادي ما فيهش مشكلة وفيه سراميك ليزر كات نفس النظام برضو بيبقى تكلفة أرخص وفي نفس الوقت بيبقى نفس الشكل طيب فيه باش مهندس فيه ناس بتحب ان هي تدمج بتبقى عاملة دمج ما بين الكلاسيك والمودرن فده بيبقى عطي شكل أحلى ولا لو مودرن بس أو كلاسيك والله على حسب على حسب العميل الأدامي زي ما قلت لحضرتك هي بتبقى أزوئ أنا بقول الصحة إيه بس من وجه نظر حضرتك أنت شايف أنهي الأحسن المودرن والكلاسيك لا أنا شايف الصحة يعني المودرن والكلاسيك يعني كل حاجة الوحدة بتبقى أفضل بس كل حاجة الوحدة بتبقى شكلها كويس تبقى معروفة أنا عامل إيه مش عامل لغبطة فكل حاجة الوحدة بتبقى أفضل حضرتك بعارف الشعب المصري لما يحب يفكر يعمل إيه يعني حسنوة أبدع هقول لحضرتك حاجة الشباب بتبقى لما بتيجي تعمل مثلا أول شقة لها بتبقى حابة تعمل كل حاجة في نفس الوقت عايز تعمل أفضل حاجة في نفس الوقت فهما ممكن ما يبقاش عارف إن ده صح ولا ده غلط فاهميني يعني أنا مثلا ممكن أعمل حاجة أنا مش عارف دي صح ولا دي غلط لأن أنا شايفها قدامي كويسة بس في الواقع أنا مش عارف هتبقى كويسة ولا وحش ده صحيح بس فعشان كده بنقول لازم يكون فيه حد أو على الأقل لو ما فيش مهندس دي كور يكون حد مر بالتجربة دي أو عمل شقيته قبل كده أو شايف حد بيشطى بشقيته قبل كده علشان يقدر ينصح تعمل إيه وما تعملش إيه صحيح حضرتك بقى قلتنا إن فيه مفاجأة هتحضرها للبرنامج مخصوص يوم فاجأتك لنا أنا عامل أوفر عندي في الشركة إن سعر المتر 2600 جنيه عامله بـ 2200 جنيه أنا عامل مفاجأة للبرنامج إن سعر المتر للبرنامج 1800 جنيه كمان؟ آه 1800 جنيه كلنا هرباء حتى اللي مشطف هشطف كين آه إن شاء الله فأنا عامل ده الأوفر ده للبرنامج عندك وده يشرفني طبعا إن أي حد يكون من خلاله ربنا خليك بش مهندس في حاجة تانية بقى يعني سؤال كده للشباب اللي هي مقبلة على الزواج في شباب زي ما حضرتك عارف ما عاشي فلوس إنه هو يجيب مهندس ديكور وإن هو يشطف شاقته النصيحة لحضرتك تنصحها للشباب المقبلين على الزواج علشان فيه أخطاء كتير احنا بنوع فيه خصوصا لو معناش مهندس ديكور أو مصمم فإيه لحضرتك الأخطاء اللي ممكن يتجنبها للشاب في اللب وأولاً دلوقتي لما الشاب بيجي يشطف شاقته 90% هو ما بيتكلمش خالص هو ما الأمر مش بتاعه فطبعاً العروسة بتبقى مجهزة كل حاجة مشكلة على فكرة لازم أخذ رأي صحابي إخواتي ماما رايبي فالمشكلة بتبقى أكبر فأنا بنصحه من قبل ما أعمل أي خطوة النهاردة السؤال بيبقى كويس في الأوقات دي يعني مثلاً زي ما بيقول لحضرتك أسأل حد عمل شقة قريب أقوله إيه الحاجات اللي أنا ممكن أتفاداها عشان ما أقعش في نفس الغلط أقرأ كتير ممكن مثلاً أدخل على اليوتيوب مثلاً أشوف ده اتعامل إزاي ما اتعاملش إزاي علشان أعرف إيه اللي أعمله وإيه اللي ما أعملوش وكتير جداً بينصحوا يعني مثلاً في لو كتبت مثلاً أي سؤال على جوجل النهاردة يعني هيقول لك الإجابة بتاعته الصح إيه والغلاء بتاعة إيه لأن أنا النهاردة كشاب حصل لي موقف مش كويس فلازم أكتب أقول حصل لي واحد اتنين ثلاثة بس فيه حاجات إحنا ما نعرفهاش تفاصيل إحنا أصلاً ما فيش درية يعني ما عندناش درية بيها يعني فيه حاجات مثلاً كهرباء بتتحط قبل التشتيب فيه أماكن مثلاً فيش تمام بنحطوا نيجي بقى في التشتيب النهائي نفرش بقى لشأن ناقي لازم أدخل على موقع التواصل الاجتماعي أقدر من خلالها أشوف الشوقة بتتنفس إزاي إذا ما أنا مثلاً أعمل الفيديوهات عندي وبنزلها على البيتج عندي بابقى منزل التأسيس إزاي لما حد بيجي يسألني بقوله بنعمل واحد اتنين ثلاثة بنستخدم واحد اتنين ثلاثة وكل حاجة بتبقى مكتوبة وكل حاجة بتبقى مشروحة فأكيد مش أنا بس اللي بعمل كده فيه كتير بيعملوا كده تمام فطبعاً لازم يسألوا ولازم يشوفوا علشان لما يجي يعملوا حاجة يتفادوا أي أخطاء يتفادوا أي أخطاء ولو في حد بقى عايز يعرف مكان حضرتك أو يتواصل فيه تواصل على الفيسبوك طبعاً الأكاونت عندي والبيتج عندي اسمها معتز ريدا تزاين تمام العنوان بتاع الشركة فيلا 178 النرجس ستة التجمع الخامس تمام يعني لو في حد من المحافظات أو إحنا العنوان معنا على الشاشة طبعاً بس لو في حد من المحافظات بعيدة زي أسوان إن الحاجة دي برضو حضرتك بتروح طبعاً طبعاً وفي نفس الوقت بردو يعني بيستغرق نفس التوكيد نفس المد نفس المد نفس التوكيد لأن اللي بيعمله في الشقة دي هو هو اللي بيعمله في الشقة دي الاختلاف الطريق فمش هياخد أكتر من يوم طبعاً لو في عميل بقى من خارج القاهرة من خارج مصر خليجي سعودي أياً كان جنسيته ده معظم بيبقى التواصل معه إزاي بتقدر تكنعه إزاي أو بيبقى يعني صعب غير لما يكون وش يعني وجهن الواجهن كده هو عموماً أنا لما بيجي أشتغل في الشقة ما بخليش العميل يدخل الشقة وأنا بعملها خالص ده بيبقى فيه بند في العقد ما تدخلش الشقة وأنا بعملها خالص حتى لما يجي يستلمها يحس بفرق يعني أنا بتابعه بقوله أنا عملت واحد اتنين تلاتة وببعط له الصور إنما ما ينفعش لو دخل شاف الحاجة اللي هتتعامل لما يجي يستلم ما فيش جديد ما فيش جديد فأنا بالنسبة لي الأفضل لي أن أنا في معايا دلوقتي موقعين مش عاديين في مصر فده بيبقى أفضل لنا أن هنا ممكن كل شوية ييجي يشوف حاجة يقول لي لا أنا مش عاوز دي طب أنت لسه مش شفتاش لما خلصت طبعه منه إزاي أكيد بس فده أفضل يعني بس بالنسبة لك بيبقى الأسهل إيه الأسهل أن يبقى العميل معيك تقول له لا أنا مش عايز مش عايز تدخل منك ولا بيبقى العميل بقى بره بصع بيننا لا ما هو أي بند بعمله لازم بكون معرف صاحب الشقة أو العميل اللي معي هنعمل واحد اتنين تلاتة مش بفجأه يعني أنا مش باخد منه المفتاح وبفجأه بالشكل لا أنا أقصد لو في عميل معطرد على حاجة معينة لا أنا عايز اللون ده بالرغم أن حضرتك شايف أن اللون ده مش هيبقى كويس بعمله له أسهل إيه أسهل التواصل أن يبقى أكون وجهاً وجهاً مع بيناك وبين العميل لا بعمله له بعمله له وبعمله الدرجة اللي المفروض تتعمل أو الصح إنها تتعمل وببقى رهاله اقتنع بيها بعملها ما اقتنعش بنافز اللي هو محتاجه لأن هي بزي ما قلت لحضرتك هي بتبقى أزواء يعني جيبت وبقى شقيته ومش شقيته اللي هو عاوز أنا بنافزه بس في أكتر موقف بقى حضرتك تعرضت لي يعني في مثلا عملت لون معين وجات العروسة مثلا قالت لك لا أنا اللون ده مش عجبني غيره أنا كنت بعمل المكان وكانوا فيه 14 شريك فال14 شريك كل ما اعمل حاجة واحد ييجي يقول لي لا غير ده كل ما شوية اعمل اللي هو عاوزه ويقول لي لا غير ده فدي بتبقى بالنسبة لي مشكلة جدا إن أنا أعمل حاجة بتبقى خلاص هو اللي احنا اتفقنا عليها وده اللي يتنفز مش كل واحد هيجي يقول لي لا غير 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 فهمني مش أنا اللي بختار الألوان في الأول في النهائي هم هم اللي بيختاروا أنا اللي بنفز بس يعني أنا بقول لهم الصح ايه والغلط ايه المفروض نعمل ايه هم بقى بيقترحوا مع بعضهم والأفضل بيعملوا تمام أعيزة برضو في الآخر كتاب عايزين حضرتك تأكلنا على العرض اللي حضرتك مقدموا في البلنامج بتاعنا زي ما اتفقنا بقى دي من خلالكم بقى أشوفوا عايزين تعملوا ايه خلاص يا جماعه اه اي حد هيروح من عندنا تبع البلنامج هيبقى ليت انا بقدم عرض 1800 جنيه زي الفيديوهات اللي بنزلها عندي على البجر مش أقل منها خالص أنا بشكرك جدا يا فش مهند انا أكتر وانا مفصول انني كنت موجود معاك النهاردة وكنت موجود على قناة الصحة والجمال شكرا لك مش مهند سعيدين حضرتك توعدنا بقى ان يكون معنا اللقاء علشان نستفيد يعني معلومات كترة بجد مش هيكفيها حلقة واحدة ان شاء الله بإذن الله إن شاء الله ومشاهدينا بكده تكون انتهت حلقتنا يا رب نكون وفينا بكل المعلومات أشوفكم في حلقة جديدة ومعلومات جديدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة